اشتركوا في القناة والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة واشاد جلالة الملك يده الله في برقيته بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنيات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنيه وأطيب أمنياته لسمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوم التقدم والرقي مؤكدا سموه في برقيته متنت العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وازدهار في كافة المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنيا إلى كل من أخيه سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مهنئا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عبر سموه فيها عن صادق تهني بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة وتمنيا سمو ولي العهد لسمو أمير دولة الكويت دوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والتطور منوها سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم وازدهار على كافة المستويات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى كل من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مهنيا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية ترتدي الكويت ثوب البهجة والفرحة في ذكرى العيد الوطني السادس والخمسين على الاستقلال والذكرى السادسة والعشرين على تحرير دولة الكويت ومنتفجر الاستقلال والكويت تسير بخطا حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة وتشارك البحرين قيادة وشعبا شقيقتها الكويت احتفالاتها المجيدة في تأكيد على عمق روابط الأخوة والتاريخ المشترك ووحدة المصير تأتي احتفالات دولة الكويت بعيادها الوطنية هذا العام مع مرور 11 عاما على تولي السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم الذي سرت الكويت في عهده من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم آخر حتى أصبحت في طليعة البلدان المواكبة للتطور والمعاصرة في الألفية الثالثة وتمتلك ثقلا ودورا محوريا في الأواسط الإقليمية والدولية ها هي الكويت ترتدي ثوب البهجة والفرحة في ذكرى العيد الوطني السادس والأربعين على الاستقلال في ذكرى غالية يستذكر من خلالها أبناء الكويت التضحيات التي قدمها آباؤهم وأجدادهم لسبيل نمو ونهضة بلادهم لتؤكد التفاف أهل الكويت حول بعضهم يدا واحدة قلب واحد نبض واحد صوت واحد يهتف باسم الكويت وهي المناسبة التي يحمل لها كل دول الخليج العربي أسماء آيات الفخر والاعتزاز وخصوصا في مملكة البحرين فالترابط والتعاضد والأخوة هي أقل ما يمكن وصف العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا فكل البلدين يتشاركان منذ تأسيسهما بروابط وثيقة تأصلت عبر الزمن حتى باتتاك جسد واحد يشد بعضه بعضا العلاقات البحرينية الكويتية تعتبر أنموذجا بارزا للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة على كافة الأصعدة وقد ازدادت رسوخا ونموا في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وأخي سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وقد أكدت القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين في مناسبات عدة الحرص على توطيد العلاقات وفتح مجالات أوسع للتعاون سواء في الإطار الثنائية وعلى مستوى مجلس التعاون خاصة أن البحرين والكويت تربطهما علاقات نسب وقرابة تفسر التلاحم الاجتماعي والثقافي والأسري وعزز ذلك الزيارات المتبادلة بين قيادتين البلدين وشعبيهم الشقيقين التي يعطت مؤشرات قوية على حرص الطرفين للانطلاق بالعلاقات نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين سياسيا تتميز العلاقات بين البلدين بتوافق الرؤى والمواقف تجاه الغضايا الخليجية والإقليمية والدولية كما تتميز بتعدد الزيارات واللقاءات بين القادة والمسؤولين في البلدين وقد انعكس عمق العلاقات السياسية بين البلدين إجابا على علاقاتهم الاقتصادية في ظل وجود شراكة اقتصادية متينة تمثلت في لجان المشتركة والاتفاقيات والتبادل التجاري والمالي حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت في عام 2017 إلى أكثر من أربعة يضعف عن مستوى في عام 2011 كما يعد التعاون الأمني لبنة أساسية في صرح العلاقات البحرينية الكويتية تترجم الاهتمام المشترك بالتصدي لمختلف القضايا الأمنية وعمق الرؤية الاستراتيجية لدى البلدين وتأكيدا أن أمن البحرين والكويت أمن مشترك وعلى المستوى الاجتماعي تتميز العلاقات بين البلدين بأنهما علاقات نسب وقرابة الأمر الذي يتمثل من خلال تشارك العادات والتقاليد والثقافة وإذ تحتفل الكويت بأعيادها الوطنية كان لزام من على البحرين أن تشارك شقيقة احتفالاتها لتكون ذكرى سنوية للتعبير عن مدى الصلة التي تجمع بين البلدين في وحدة الهدف والمصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة